بين محاولة عودة التموضع في المساحات التي أخرج منها ووقع الضربات العديدة لطائرات من دون طيار يحاول تنظيم القاعدة مجددا البحث عن حيز آخر للتحرك في المحافظات التي باتت ضمن الخارطة العالمية لمكافحة الإرهاب وفي الوقت الذي يستمت فيه التنظيم في كل من محافظتي أبيان وشبوة على العودة لخوض معاركه مع قوات الجيش واستهداف النقاط الأمنية تعود الإدارة الأمريكية أيضا لتفعل استراتيجيتها مستهدفة أكبر عدد ممكن من أماكن تمركز هذا التنظيم العمليات الجوية الأخيرة كان من ضمن أهدافها ضرب أهداف متحركة للتنظيم قرب عتق بشبوة وأهداف في الشريط الساحدي لمحافظة أبيان وبالتزامن مع مرحلة أخرى من مكافحة الإرهاب أوضحت قوات الجيش في بيان لها ضرورة تعاون مواطني محافظة أبيان بالإبلاغ عن أي تحرك للتنظيم في المساحات البعيدة عن مرمى القوات العسكرية وعلاوة على ما يواجه التنظيم من ضربات متعددة في كل من لحج وأبيان والبيضاء وشبوة إلا أنه بحسب مراقبين يلجأ للملمة قواه في المناطق الجبلية الوعرة ذات البنية القبلية والتي تعمل على مساعدة خلق عودة أخرى لهذا التنظيم تحركات استراتيجية جديدة إذن في ملف مكافحة الإرهاب باليمن وبين ضربات عديدة يتلقاها تنظيم القاعدة بين الحين والآخر ما تزال التساؤلات تدور حول إمكانية تجفيف منابعه والتقليس من تحركاته